بلاغ نقيب السيد عبد محسن سلامة نقيب الصحفيين بيقدم بلاغ ضد محي عبيد نقيب الصيادلة من كم يوم كان حصل اعتداء على مجموعة من زملائنا الصحفيين كانوا بيمارسوا مهمة صحفية الصحفي دوره بيمارس مهمة صحفية بيغطي نشاط بيغطي حدث بيغطي اجراءات خاصة في نقابة الصيادلة ولكن طلع بعض الناس اعتدوا عليهم اللي بنقول عليهم البلطجية بلطجية بيعتدوا على زملاء لينا زملاء وزميلات صحفين وصحفيات وهذا الامر غير انه مجرم قانونا الصحفي ملهوش علاقة الصحفي رايح بشغلته جورنال سواء في الوطن او اليوم السابع او المصري يوم او الاهرام او الاخبار او المساء او المساعي او الجمهورية او الاهرام الرياء يعني صحفيين زملاء روزاء زملاء مندوب اللي هو المندوب صحفي نشاطه يغطي الحتة الفلانية يغطي نقابة صيادلة مثلا او نقابة صحفيين او وزارة الداخلية او قوات المسلحة يغطي ده نشاطه بيبقى فيه صحفي دي مهمته لا يسيبوا خبر بيتحاسب عليه فالزملاء الذين يغطوا شغلتهم دي شغلته دي مهنته فازاي يتم تكليف ناس انهم يضربوهم نقيب عم حسد سلامو احنا موجودين في طول الوقت بيتابعوا النقابة تتحرك كل زملاءنا عضاء مجلس النقابة يتحركوا في هذا الموضوع انه كمان حق زملاءنا النهاردة النقيب وكنا حتى في اجتماع في الاهرام مجلس الادارة انه قدم بلاغ ضد محي عبيد نقيب الصيادلة واحنا كمان النهاردة في الاهرام في مجلس ادارة الاهرام خدنا قرار في مجلس ادارة موسيس الاهرام النهاردة تجميد عمل محي عبيد في جامعة الاهرام الكندية لانه هو بصفته كنقيب للصيادلة عدو في جامعة الاهرام الكندية النهاردة خدنا قرار كمجلس إدارة بتجميد أيضا عضويته في جامعة الأهرام الكندية وستاذ المحسد كمان المفترض أنه يطلع بيان يقول هذا الكلام لأنه في مجلس أمنا كمان ياخدوا القرار لكن إحنا كمجلس إدارة لمؤسسة الأهرام معنى بكل حاجة تتعلق بمؤسسة الأهرام أو ما هو تحت لواء مؤسسة الأهرام خدنا هذا القرار النهاردة جميعا لأنه يجب أن يقول لكم غير مسموح على الإطلاق تاني غير مسموح على الإطلاق أي حد يعتدي على المهنة مهنة الصحافة هذه المهنة السامية لو في صحفي مشكلة يروح يشتكيه ما فيش حد على رأسه ريشة خالص ولكن لا يحق لأي حد أيا كان أن يضرب صحفي أو صحفية أو إعلامي أو إعلامية أيا كان قانون والنقيب والنقابة وجموع الصحفيين في كل مكان بيقفوا موقف واحد هنا بنقولش لا هنا كلنا حاجة واحدة لما بيحصل اعتداء على أي صحفي أو أي إعلامي كلنا لازم نقف نساند الزميل أو الزميلة لو عندنا مواقف سياسية بعدين هنا المواقف السياسية ننح المواقف السياسية وزينا بنقول كده دائما بنخلع الرداء الحزبي والسياسي داخل النقابة يبقى برة هنا بندافع عن المهنة ندافع عن الكرامة مهنة الصحافة ولا نسمح لأبد لأي شخص أي كان من هو صفة فلان أو إعلام أنه يعتدي على هذه المهنة على الإطلاق نساند النقيب ونساند النقابة ونساند الزملاء والزميلات اللي اتعرضوا للاعتداء من بعض البلطجية في نقابة الصياطلة والنيابة العامة مشكورة مع النائب العام مشار نبيل أحمد صادق تم القبض على واحد اتحبس وأيضا يعني نساند كمان بالتحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة لاتخاذ العقاب لأنه زي ما قلنا ما فيش حد فوق القانون فيش حد على رأسه ريشاه